موسيقى 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 اليوم معي نتالي يا غي وموضوعنا هو سوربريز هاي كيف يكتنا يعني صال لنا تالي اذا شي نصيعة بشتجوع من دردش مع الزمالي وكذا ورافضت الي شو جايبي مع اليوم؟ اليوم موضوعنا عن اكيد متل ما كنا عم نحكي عن البهارات بس في نوع من البهارات والمطيبات اذا فينا نقول اللي هلأ كتير عم تاخد اهمية بعلم التغذية وفي كتير دراسات هلأ عم بتفرجة اهمية هالنوع من راح اقول اذا فيني او هالبهارات بلا صحتنا وخاصة وقت اللي عم نحكي عن مشاكل الاستيوارثريتس يعني الارتروز الالتيهبات وكمين بعد من مشاكل مثل السرطان بعض انويع من السرطان هلأ ما فينا نجزهم مية بالمية عن هالمواضيع هاي لانه الدراسات بعدها صار لعش سنين بس على الموضوع ولكن هو نوع من البهارات ضروري ضروري انه ندخله باطباقنا وكمين بمشروباتنا متل ما راح نشوف اليوم هالنوع من البهارات هو العقدة صفرة اوكي انا جبت معي ما بعف اذا الكاميرا فيها تفرج عقدة صفرة بودرة نحنا منعرفها اكتر كبودرة ولكن العقدة صفرة كمين واللي هي بعض اهم لانه فيها نسبة المادة اللي نحنا راح نحكي عنا اليوم فيها نسبة منها المادة هاي اعلى من غيرها وهيدي هي العقدة هاي عقدة صفرة البودرة والعقدة صفرة اللي هي اساسا هيك هيدا الشرش يعني؟ هيدا ريزوم مثل الجنجر هيدا تقريبا من نفس النوعية من الجنجر هيدا الجنجر اوكي مقطع وهيدا عقدة صفرة هني من نفس الاذا فينا نقول عائلة هيدا النوع من الريزوم بيتحنوا وبيعملوا منه العقدة صفرة اللي بتجي لعنا على البيت الكركمة اللي هي الكركمة وهيدا الجنجر كمين اللي نحنا عادة نصرنا نعرف قديش مهم وقديش فعاليتو على صحيح ليش انا حبيت جيب هالنوع من الريزوم او جبته طازة مش بودرة لانه في دراسات فرجت انه بالكركمة او بالعقدة صفرة في مادة مهمة جدا هي هاي المادة اللي حكيت عنا بالأول اللي بتأثر على او بتخفف بالأحرى من الالتهيبات في عدة طرق ما راح نفوت بالتكنيك يعني ولكن هالمادة هاي ليه انه شغلة او الاكتفتي تبعها شبيه جدا بالأدوية الانتي انفلماتور اللي عادة تنعتها وكمان بتأثر على تكاتر الخلية السرطانية يعني بتوقفها اكيد دراسات نعملت على خلية نعملت كمان على حيوانات ولكن في هلأ دراسات عم تعطي نتيج ايجيبية على اهمية هالمادة هاي بمكافحة هالامراض والريزوم هيدا فيه نسبة كركومينويد اللي عم نحكي عنا اكتر بكتير من الموجودة بالبودرة الكمية اللي موجودة بالبودرة بتتفاوت من ماركة للتانية من نوع للتاني لانه ما بنعرف اذا فيها عم بيتخلى نوعية مختلفة بس كيف نتناول هالمصدر الطبيعي هالمصدر الطبيعي قبل ما نحكي كيف نتناول هالمصدر الطبيعي لازم نعرف شغلة انه هالمادة هاي اذا بتتاخد في دراسة عملت على ست أسابيع على أشخاص كان عندهم عم بياخدوا انتي انفلماتوري يعني أدوية مضادة للالتهاب وقارنون بأشخاص أخذوا من هالكركومة بانتزام على فترة ست أسابيع ليه وانه العوارد الوجع اللي بيحسوا فيها هالأشخاص هاي خفت وقت اللي أخذوا من هالجزع هيدا هلا الكمية اكزاكت لي قديش بعد ما نحط ريكمنديشن يعني انا ما فيني اقول اذا اخذنا هالقد بيصير بيصير فيه تحسن بس لازم ليش لا ندخلها بأطباقنا نحنا نعرفها مع الرز نعرفها كمان بالكاري الكاري الهندي لأنه هيدا مصدر هالنوع من الريزوم صفوف الصفوف مية بالمية صفوف هو من المأكلات اللي فينا أكيد ندخلها هالنوع من الريزوم بس اللي لازم نعرفه كيف فينا ناخده نوك حكينا عن الأطباق ولكن كمان فينا نعمل منه شاي انا اليوم مثل الجنجر يعني اكزاكتلي مثل الجنجر انا حطيت بيك بيت شاي جنجر فرش جنجر فينا نبرشو تقريبا حول الملعقة وملعقة من هال عقد السفرة كمان حول الملعقة هلأ هو تعمته منه كتير منه كتير قوية يعني الأشخاص هاللي معوادين يكلوا رز مع عقد السفرة بيعرفوا انه نكهته منه كتير طاغية دونك حطيت ملعقة ومهم كتير انه نسخنها يعني نتركها حوالي خمس دقايق بيه ما يسخني كرميلتها هالمادة هاي اللي حكينا عنها تكون تظهر كلها دونك فينا نعمل شاي فينا نعمل كمان عصير التفاح انا حطيت عصير تفاح او ابل سايدر اذا بدنا هلأ خاصة بالشتوية فينا نعمل نفس الشي نزيد جنجر ونزيد العقد السفرة ونسخنهم حوالها تقريبا خمس دقايق ونرجع نصفيهم ونشربهم حلو ونكون هيك بهالطريقة عم ندخل هالنوع من ونكهات جديدة نكهات جديدة مية بالمية هلأ شغلي كمان بحب اذكرها هوني انه هالمادة هاي اللي موجودة بالكركمة فعاليتها بتقوى اكتر يعني بيطير فعالة اكتر وقت اللي مندخلها او منخلطها مع البهار الاسود واو سو رح فرجيكم هيك بس تتذكروا دونك بهار الاسود والكركمة بالطبخة بيخلي الكركمة او هالمادة هاي تكون فعالة اكتر وبالتالي تساعد لمكافحة هالمشاكل هاي هلأ برجع بقول الكميات اللي مننا اكترين مننا مية بالمية قديش هي الكميات الفعالة بس منعرف شغلي انه وقت اللي نتناولها بالاكل ما بتضر يعني ما في ريسك مثل كل شي بالاشياء اللي مندرسها اذا كترنا منها بتصير بتضر هلأ من الاشياء اللي لازم ننتبه لها وانا هوني عم بتوجه خاصة الاشخاص اللي عم بياخدوا ملين للدم يعني انتيكواغولان مسيل لازم ينتبهوا انه هالكركمة او هالمادة هاي الكركمينويد ممكن انه تأثر على فعالية الدواء سننتبه اذا عم ناخد ادوية موسيلة للدم ما نكتر ما فينا ناخد من هالمادة هاي كمان او بنا نعرف انه في الدواء حسف مية بالمية دونك هاي دي بدنا ننتبه لها ونعرف شغلي كمان انه وقت اللي نزيد توم يعني في طبخات عم باك عم باك عم باك عم باك عم باك عم شو بتكون تطبخوا هالويكند وقت اللي نضيف توم نزيد بهار اسود ونستعمل هالكركمة هاي فعالية هالثلاثة هاي يعني فيه سينرجية باينتون عم شوف أنا جيج مئة بالمئة فينا نعم الكري لأن الكري بيحتوي على كل هالأنواع هاي ونضط لون كمان إرفة يعني هون بيكون عنا الخلطة The perfect spices فينا فينا إذا أكلناها دغري بعد البطلا هاي دي هي إذا بدكن البهارات اللي ضروري ضروري أنه ندخلها بتعامنا وبهالطريقة هاي نكون عم نساعد ساحتنا أنه تكفح لكننا زاكرنا نرائد السفرة أو الكركمة البهار الأسود سوا الجنجر سوا مظبوط الجنجر والإرفة صح مية بالمية حلو ولي كمانا بكيف حل الرشح كأنه نتالي دعتوا بوصلة للمنيعة إذا بنا نحكي عن المنيعة في شوي تناقض بالموضوع إذا بدي أحكي عن التوم خاصة التوم دراسات فرجت أنه هالمادة اللي موجودة بالتوم الأليين والأليسين بتخفف من الانفكشنز خاصة وقت اللي عم نحكي عن الانفكشن اللي خاصة بالمعدة يعني الأشخاص اللي مثلا بيعانوا من إليكوباكتر بيلوري ممكن أنه استهليك التوم بشكل منتظم تساعد لمكيف حتها البكتيريا هذا ما بيعني أنه بتقتل البكتيريا ولكن بتساعد دونك التوم وخاصة سرطان المعدة والمسران التوم بيأتبين أنه بيساعد لتخفيف تكاتر هالخلية وكمان الانفكشنز يعني الالتهابات هلأ قديش بيساعدوا المنيعة في تناقض متل ما كنت عم إليك ولكن ممكن أنه يكونوا عنصر من عناصر اللي نحنا بدنا ناخده تساعد أنه مناعتنا تقوى وما ننسى شغلتنا وهيدي نقطة كتير مهمة أنه المنيعة مننا بس توم وقرفة هي توازن بأكلنا يعني أنا إذا ما كنت عم باكل بشكل منتظم ما كنت عم بيصلي العناصر الغذائية اللي جسمي بحاجة إلى تقدر تقوي مناعتي حتى إذا بدي أكل توم و بدي أخد كل هالبهارات ما رح يمشي الحال لأنه المنيعة هي كومبلكس أكتر بكتير من هيك ولكن في مأكلات بتساعد لأنه الدعم بوجود أكيد نظام غذائي متوازن سو ما ننسى أول شغلة اللي لازم نعملها هو أنه نكون عم ناخد نظام غذائي متوازن ما ينقصنا شي بالمأكلات طبعنا إن كان حديد أو كالسيوم أو حتى زينك لأنه زينك كتير بتتأثر بمناعتنا نكون عم ناخد نشويات كفية وأنا هون كمان بتواجه للأشخاص اللي عم بيعملوا حمية غذائية كتير آسية لازم ينتبهوا أنه هالحمية غذائية صحيح أنه بتخفض الوزن ولكن ما ننسى صحتنا أبدا بكتير بشكله خطر على صحتنا أنا كل الشخص بيجي لعندي بيقولي أنا بدي أضعف بسرعة وبيدي لا الصحة أولوية على تخفض الوزن رح ننزل الوزن ولكن أهم شي تكون تغذيتنا متوازنة دون ما ننسى أنه المناعة مكفحة الأمراض إن كان كل أنواع الأمراض هي كمان توازن بتغذيتنا لازم نكل خضرة وفوكي كيفية لأنه أنا إذا ما أكلت خضرة وما أكلت فوكي وما أكلت أليف وقلت أوكي رح أشرب كل يوم شاي وجنجر كمانا مش كيفية هذه الشغلة لازم أكيد ننتبه له سو خلينا ناخد نظام غذائي متوازن وندخل هالعناصر هل في جهة الحلمي كمان أنا بحبي شرب الشاي بالشيطة إنه هاي دي كمان طريقة إنه ندخل سوائل يعني الأشخاص اللي ما بيشربوا مي وخاصة بالشيطة ما بنحس بالعطش ناتالي مثل الصيف مزبوط فكمان هاي دي طريقة إنه ندخل سوائل زيادة سوائل مية بالمية خاصة بفصل الشيطة تينا الأشخاص ما بتشرب غير وقت اللي تعتش صح والعطش هو دليل جفاف يعني نحنا منكون إذا كتير عدشانين يعني هيدا دليل إنه نحنا نسبة الماء عنا بجسم كتير قلت خفيت وعم نحكي عن الجفاف وهيدا ما بيساعد كمان إنه يقوي يعني عدنا خاصة هلأ جاية ساعة وأكيد بيهمنا كتير إنه نكفح هالفيروس اللي نحنا منتعرض له كمان التلوث تانكس ناتالي حقنا كانت حلو اليوم رح ناخد بريك ومن بعدها قدفت اشتركوا في القناة